بسم الله الرحمن الرحيم وما توفيقي الا بالله عليه توكلت وعليه ونيب فيديو النهاردة باذن الله هيتكلم عن تركيب وتضريب الالوان الغوامق طبعا انطلب مني كتير في القناة يعني احنا عايزين نعمل الوان غوامق زي ما احنا شفناها في فيديوهات ليك ضربت اللون الاسود على ايدك يعني احنا كنا قبل كده ضربنا اللون الاسود في السحابة المطاطة على قدينة فطبعا انطلب مني احنا ازاي نعمل اللون مثلا وليكن لون بيتي لون بني عايزين نعملو على قدينة فاحنا بأمر له مع بعض كده هنشوف نعمل اللون ده ازاي طبعا الوان كلها الوان مائية طيب عشان خاطر نعمل اي لون غامق لازم تكون القاعدة الاساسية اللي موجودة عندي شفافة ما نفعش ان انا الون غامق بابيض لون بابيض لو بابيض ما ينفعش اللون ما يزبطش معاي طيب لازم بايه يبقى ان لازم القاعدة الاساسية اللي تكون موجودة معي قاعدة شفافة قاعدة شفافة بكل احنا هنلون بورنيش ما قاعدة الشفافة الموجودة معا طيب الورنيش المائي ده اللون هيبقى ازاي او كده طيب احنا بنبدأ بنضيف لون كده احنا عاملين لون الاسود بدأنا بلون الاسود زي ما احنا كنا ضربناه قبل كده في فيديوهات السحاب المطط اللون الاسود احنا بنجيبه وبنبدأ نضيف عليه زي ما واضح في اول فيديو آآ شوية اسود بيبدأ يزبط معايا لغاية ما ما شاء الله يبقى كويس وبسطر كده من اول مش طب لو كمية مسلا وليكن عندي كمية عندي بتبدأ مسلا ولكن جلون ممكن تضيف عليه تلات علب لون من انا بفضهم دول ان شاء الله يزبط معاك عايز تفضي اربعة عادي عايز تفضي خمسة برضو ما فيهاش اي مشاكل بالمناسبة ممكن على البيتين يزبطوا ولكن احنا لما لما بزدود لون شوية يزبط احسن وافضل كمان ويغطي بسرعة طب احنا دلوقتي هنعمل لون نبيتي اللون النبيتي اول حاجة بس هنبدأ بها هنبدأ باللون الاحمر الصريح اللي احنا بنجيبه من العلام ده كده احمر صريح مش نبيتي بنجيبه عشان بس يبان فرق ما بينه وما بين اللون النبيتي بالمناسبة دايما الالوان اللي هي الاحمرات والنبيتي ما بتغطيش بسرعة فبنزود اللون شوية تمام وبعد كده هنقول برضو اللون النبيتي لما ندخل عليه نعمل ايه بالزبط عشان يزبط معانا ويسطر ويبقى زال فل طب احنا كده عملنا اللون الاحمر بالمناسبة هو اخد معي وشي عشان يزبط يعني ولكن يزبط خد وشي واحد طيب احنا هنعمل اللون اللي هو النبيتي بنضيف عليه قليل من اللون الاسود حاجة بسيطة هيدي ايدي معاك درجة من درجات النبي طبعا هنعمل درجة وسط طب افترضنا مثلا وليكن احنا جبنا لون نبيتي مش شرط يكون مائي يعني ده المعادة الوان مائية مش شرط يكون مائي وليكن انا جبته دوك وانا جبته زيت انا جبته من من اي نوع وما غطاش معايا بسرعة طب انا اعمل ايه ممكن تضيف عليه حاجة بسيطة جدا من اللون الابيض ولكن ملحوظة مهمة ما تضيفش ابيض كتير لو ضفت ابيض كتير اللون بيتغير تماما حاجة بس يخلي اللون نفسه يبقى لسه متواجد معايا يعني اللون اللي بيتي لسه موجود بشكله وراونقه وفي نفس الوقت ما تغيرش لون تمام بحاجة بسيطة جدا طيب طبعا انا مضيفتش ابيض نهائي يعني انا برضو انا شغال كده ايه زمان انا شغال والاحمر بالذات سواء النبيتي ده انا اديته الشيء طيب هنزود الاسو التاني هيبدأ يعمل ايه هيبدأ يخلي اللون يغمقه اكتر يبقى احنا ما بين كل درجة ودرجة ممكن نطلع منه درجات كتير احنا بنعمل الدرجة الفتحة خالص اللي هي الاحمر الصريح وبعد كده بنعمل الدرجة الوسط في النبيتي وبنعمل الدرجة اغمق شوية وبالمناسبة اللون لما بينسه بيبدأ يغمق معانا يعني ان شاء الله النبيتي اللي هو الغامق شوية هو بان انه شبيه باللي جنبه ولكن هو هيغمق شوية بعد ما بيغلص طيب هل دلوقتي احنا ممكن نقدر عن طريق اللون الاسود واللون الاحمر نعمل لون بوني طيب احنا بامر لها نشوف ما بعض دلوقتي طيب كده احنا بعد ما بنخلص اللون اللي النبيتي وهتأكد كده انه ظبط معانا طبعا زي ما احنا قلنا يا جماعة اللون زوده شوية يعني انت شوف كده حتة كده عينة معاك لحاسة اللون في نسبة شفافية ممكن تزود شوية احمر زود شوية اسود يعني تزود في الالوان نفسية وهي الوان يعني مش غالي يعني طيب الوقتي احنا عايزين بقى ايه نعمل لون بوني بالمناسبة الدرجة اللي هنعملها درجة بوني ولكن درجة في المتوسط مش درجة فتحة في البوني بنضيف عليه اصفر زي ما ايه موجود دلوقتي يعني اللون الاصفر دي كده ايه التركاب امر اللي هناللي تحطط في اللون بحيث يبدأ يزود اصفر شوية لغاية ما يبدأ يزود معايا اللون يخليه بني طبعا عشان خاطر بس الاسود محطوط هنا كتير فبيكون ايه البوني اللي معايا دلوقتي يبني في المتوسط يعني يبني مش محروق يعني يبني في المتوسط تمام زي ما هو بان كده دلوقتي بدأ ايه اللي معايا بني عايز تخلي اللون افتح من كده خلي الاسود قليل يعني خلي الاسود قليل يعني احنا كده بندل حضرتك المعلومة وبعد كده بقى ايه براحتك الورنيش بيختلف اسمه من مكان لاخر الورنيش هو ملمع مائي للحوائط بيتخف بالماء كده تمام طبعا كل مكان اللي هو مسمياته زي مسلا فرني مائي تمام عندك مسلا كولة اه مائي مسلا عندك اه فرنيش كل مكان ولو مسمياته طيب احنا هنبدأ نعمل بني اغمق شوية طب من نفس التضربة اللي معنا وهنبدأ نزود اسود يبقى انا لو عايز اعمل بني غامق هزود اسود طيب ممكن بقى حضرتك تسألني وتقول لي طب انت تعب حالك في اللون البني ليه طب ما احنا ممكن نجيبه جاهز اه عادي انت فعلا هنجيبه جاهز وهو موجود جاهز وهنلونه ولكن لو عندك كميات زي كده وعايز تستغل للون نفسه احنا بنشرح اللون بيجي ازاي عايز تستغل للون نفسه ممكن بامر الله نجيبه بالطريقة دي عايز تجيبه جاهز وتشتغل بمباشرة ما فيهاش اي مشاكل خالص وهو اللون كده كده البني بيجي جاهز واحنا بامر الله هنشتغل بي دلوقتي وهنشوفه بقى كده بني درجة في المتوسط بعد كده اللي جنبه بني غامع كده انا فضيت بنه صريح ده كده بنه صريح جاي كده مباشر من العلبة اللي معاية وهنبدأ نلونه ونشتغل بمباشرة طبعا هو اللون ما بفضع عليه اصفر وبقلل الاسود هيجيب معاه الدرجة دي بالزبط طبعا برضو ايه عايزين برضو نشوف من حضراتكم لو حضراتكم عايزين نعمل فيديوهات زي كده برضو اكتبونا في التعليقات نعمل لكم بامر اللي هي حلقات عن فيديوهات شبيهة بكده برضو لاول مرة تشوف فيديوهات ما تنساش تشارك في القناة وتفعل زر الجرس وتعمل اعجاب علشان خاطر يوصل لك كل جديد احنا ملقدمه وبالمناسبة عن طريق الاساس اللي معاية او الاساس الشفاف اللي هو الورنيش المائي نقدر بعد كده نعمل اي لون غامق متاح يعني اي لون غامق تمام وطبعا برضو برضو حاول تخيل الارضية لون قريب من اللون اللي هنشتغل اشتركوا في القناة